مشاهدين السلام عليكم ورحمة الله إليكم ملخص لأحوال الجوية المتوقعة نتوقع أن يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة تصبح الأجواء الصيفية عادية في المرتفعات الجبلية إلى حارة نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة وأيضا البادية الجنوبية الشرقية والبادية الشرقية لكن الأجواء أثناء الليل بتكون معتدلة إلى لطيفة مشاهدين فاصل ونواصل النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن مختبرات ميد لابز 57 فرعا في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعود وشركاه للتطوير العقاري مشاهدين أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على الخرائط التي تمثل درجات الحرارة نلاحظ أن المملكة ستتأثر بكتلة هوائية ذات درجات حرارة أعلى ورطوبة أقل هذا تمثل هذه الكتلة اللي درجات حرارتها أعلى ورطوبتها أقل هذا اللون الأحمر الغامق ونلاحظ أنه يقترب من المملكة أيام الخميس وأيضا الجمعة وجزء من يوم السبب الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة أجواء معتدلة أثناء الليل إلى لطيفة بعد منتصف الليل وفي ساعة الصباح الباكر الصغرى المتوقعة 22 درجة مئوية الرطوبة أقل من الأيام الماضية تكون بحدود 58% أما الأحوال الجوية المتوقعة خلال الثلاثة أيام القادمة يوم غدا الخميس ارتفاع على درجات الحرارة الخميس والجمعة العظمى في عمان تتراوح ما بين 31 إلى 33 درجة مئوية أجواء تقريبا صيفية عادية إلى حارة نسبيا وأثناء الليل أجواء معتدلة إلى لطيفة الصغرى يوم الخميس 22 والصغرى يوم الجمعة بحدود 20 درجة مئوية يوم السبت انخفاض قليل على درجات الحرارة أجواء صيفية عادية درجات الحرارة قريبة من معدلاتها العظمى ما بين 31 بحدود 30 إلى 31 درجة والصغرى بحدود 20 درجة مئوية أجواء صيفية عادية نهارا صيفية لطيفة ليلا أما الأحوال الجوية وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة نبدأ في المناطق الشمالية إربط 35-22 عجلون 34-22 جرش 35-22 المفرق 35 إلى 21 درجة مئوية أما المنطقة الوسطى البلقاء 32-21 مأدبة 31-21 عمان ما بين 31 إلى 33 الوضمى والصغرى 22 درجة مئوية الأغوار والبحر الميت أجواء حارة 40 إلى 29 الزرقاء حارة نسبيا 36 إلى 21 والمنطقة الجنوبية المرتفئة الكرك 32-21 الطفيلة 31-21 الشراح 29-19 وإمعان 34 إلى 22 العقبة أجواء حارة إلى شديدة الحرارة العظمى المتوقعة 42 والصغرى بحدود 30 درجة مئوية أما المنطقة الشرقية أجواء حارة نسبيا إلى حارة والأزرق 38 العظمى والصغرى 23 الصفاوي 37-23 والرويشد 37 إلى 23 درجة مئوية مشاهدينا شكراً للمتابعة إلى اللقاء مرة أخرى 50 فرعاً في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعود وشركاه للتطوير العقاري